عقد المجلس الوطني الاتحادي صباح اليوم جلسته التاسعة عشر من دور العقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر برئاسة معالي دكتورة أمل عبدالله قبيسي رئيسة المجلس وبحضور معالي دكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وشهدت جلسة اليوم مناقشة مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي ونظام السلك الدبلوماسي والقنصلية وأكدت معالي أمل لكبيسي أهمية هذين المشروعين في إطار تطوير منظومة القوانين الخاصة بوزارة الدولة وقطاعاتها الحيوية كافة كي تتمكن من مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الدولة في علاقاتها الخارجية التي تتوسع وتزداد تشعبا وانفتاحا بما يستوجب تطوير القوانين المنظمة لأعمال هذه الوزارات لتمكينها من أداء أدوارها بشكل أكثر فاعلية ترجمة نانسي قنقر